موسيقى بان مشاهدين الكرام كل الشكر والتقدير لزميلتنا مسارة قاسم على هذا التقرير ووصلنا معكم في فقرة الإتيكيت الأناقة في المظهر واللباقة في التعامل مع الآخرين سمات وذوقيات محببة التي لا تقتصر على عمر معين لذا لا بد من زرع بدورها منذ طفولة في أطفالنا وأبنائنا ومن أهم هذه الفنون أو فنون الإتيكيت للتعليم الأطفال هذه الأخلاقيات والمظاهر واللباقة معنا في الستوديو اليوم الأستاذة بلسم الخليل بتحدثنا أكثر إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع صباح الخير أستاذة بلسم الباقة في الكلام والتعامل هل يفهمون الإتيكيت هذا ولا أنه يعني ممكن نعلمهم بطريقة أخرى يعني مثل كبيع عايشين فيها وخلاص صراحة ما شاء الله على هالجيل ما بتصدق أنا بعضي دروس بإتيكيت للأطفال كمان بعد ما بتصدق تنصدم تتفاجأ قديش بيفهموا يعني نحن يمكن لما كنا بجيلنا كان يعلمونا من الأول قول عفوان شكرا إلى آخرين بس التطور اللي صار ما شاء الله غريب يعني بتتفاجأ قديب يعرفوا أشياء نحن نفاكرين ما عندهم خبر عنها يعني متقدمين جدا الإتيكيت كتير مهم وكل ما بيكون بعمر أصغر كل ما بنكسبهم لبعد أيوة يعني كل ما يكون في عمر أصغر ممكن هو يتعلم أصول الإتيكيت أكثر وبطريقة إيجابية أكثر بل أي عمر تقريبا ممكن نحن نعلم الطفل أصول إتيكيت في مسألات التعامل والتواصل مع الآخرين شوفي نحن منقول دايما أول ما الولد بلش يمشي بلش ينطر منبلش يعني نخبر الأشياء البداية هيدا لا هيدا عيب هيدا لازم نقول عليه شكرا إذا مثلا عمل شي خاطئ سوري هيدا من عمر سنتين ثلاث سنين منبلش منقول بين ثلاثة وخمسة بيتطور الأمور أكثر إنه بدنا نفهمه إذا إجا مثلا عندك ضيوف بالسالون بدي يقول ليك يا ماما عايز شي ما بيجي يركض ويصرخ ويطلب طلب بيجي مثلا بيهمس همس هيداولي بالعمر ثلاثة إلى خمسة بعمر تسع سنين يجب أنه نكون نخبرنا كل اللي لازم نخبر إياها للطفل بعمر الثماني إلى التسعة بيكونوا مهيئين ياخدوا دوس ويصيروا استيعابهم أكتر ودفنت لي باللي بيتعلموا وبيعلق معهم لبعدين جميل اليوم ما شاء الله في يعني العالم في تطور سريع خاصة في مجال التعليم اليوم كيف نقدر نعلم أو أفضل طرق إنه ممكن نعلم عيان الاتيكيد طبعا دوس البيت هيدا الأم عليها دور كتير كبير وكل ما هي بتساعدهم من الظغر مثل ما قلنا بساعد لكن صار فيه دروس يعني مثلها مثل التدبير المنزلي مثلها مثل الدروس اللي منقول النشاطات لا منهجية فعلا إلها دور كبير تساعدهم لبعدين وكل ما الأم تتعب عليهم هلأ بتلاقيهم لبعدين يعني إذا بين تسحة واثناش اتعلموا اتناش لما يدخلوا على المرحلة الثانية المتوسط بتلاقي في فرق بين التلميذ اللي متعلم والتلميذ لا أيوة صحيح وبالجامعة يعني طبعا بتقول شو هالبنت مرتبة كيف بتاكرل كيف بتعرض كيف بتتكلم بهدوء غير البنت اللي بعدها مثل الولد يعني يعني شخصية اللي متعلم وعدة تيكيت التواصل مع الآخرين اشوفها هادي يعرفوا يحسن التصرف مع الآخرين احترام اللياءة كلهم جميل هذا بنسبة للأعمار لو متكلم شوي هل هناك في فرق بين تعليم الذكور والإناث يعني تعليم البنات هل يختلف في مسألة كيف ممكن تتعامل مع الضيوب تتعامل مع الآخرين تتعامل مع اللي حواليها نفسه شيء بالنسبة للذكور طبعا فيه أشياء بديهيات للكل أكيد يعني خصوصا بالنسبة للإحترام ومثل ما قلنا شكرا وعفوان ويعني كل هيدول الأشياء لكن البنت بنشد عليها أكتر شوي ومنعمل إتكات خاص بالبنات من طريقة التصرف من طريقة اللبس من طريقة الجلوس يعني الولد من علمه أنه نحنا هلأ مثلا مثل ما أنا قاعدة مستقيم الظهر جالس بطريقة محترمة قاعدين مش إجر مفتوحة وإجر يمين وإجر شمال هذه أكيد للكل لكن البنت مسائلها طريقة أنيقة ولطيفة أكتر بتكون لابسة لنقل الفستان قبل ما تجلس بتزبط الفستان وتعود بطريقة بتحط إيديها إيد على إيد بتعطيها استقامة أكتر هيدولي بالنسبة للجلوس وبنفس الوقت بالنسبة للتصرف يعني كل ما تكبر البنت كل ما بتصير بعمر أكبر كل ما إلها إتكات خاص فيها حفلات شاي تعزم صاحبتها إذا راحت عن صاحبتها أو صديقتها اجتعاندها على البيت كل هؤلاء القصص جميل إذا ما نتكلم شوي عن أهم الصفات أو أهم وصول ذوقيات الحديث عن مبادئ التعامل الطفل مع الآخرين يعني خاصة في المسائل اللفظية مثلا خلينا نجد صح التعبير بس نعلم الولد أو البنت من عمر صغير على الاحترام إن كان داخل البيت أو خارج البيت بيتعلم أنه في أشياء من خانة النونوس ممنوعات يعني لما نحن دايما نقول له أنت كنت بالمدرسة حد من الأطفال مثلا قال لك كلام غير لائق مش معناتها تردله نفس الشي تروح عند المس عند الآن ساعة بتشكي وهي بتقوم بالواجب مثل ما بنعمل بقانون الطيران حدا زعجنا على الطيارة ما من يلي كان هو مزعج أو غير لائق ما من ناخده بنعطي معه ويجينا كتير أسئلة عن موضوع بنروح عند المضيفة بنخبر كل ما نعلمهم هايدي الطريقة بتصير يعني أوتوماتيك اللي موجودة بالبيت مثل ما قلنا كمان فيه ديوف بدل ما ييجوا ويصرخوا بتعرف الأطفال عندهم يعني هيك بيبلشوا مامي 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 لحد ما يوصل لليل بدني بس نقلهم إنه هايدي ممنوعات مثلا بيدخلوا بأدب عفوة بيجي بيحكي بيدن الأم مثلا عايز هالشي ضروري بنفهمهم ضروري نفس الوقت لما نرد على التليفون فيه أزعج مننا بولاد قالوا مين نعم نحنا بنعلمون نعم قالوا صباح الخير مساء الخير سلام عليكم كل ما نعلمون هايدي الأشياء أوتوماتيك اللي بسيروا لكن بعد يعني الأطفال شخصيات مختلفة نحن ما نقدر نيود الطفل خاصة يعني على سبيل المثال إذا فيه جماعة أو فيه ضيوف مثلا ويا الطفل وصدر من الطفل هذا أو صدرت منه سلوكيات غير لائقة أو تصرفات غير لائقة في نفس الوقت نحن كيف ممكن نتعامل مع الطفل هذا أول شي اللوم والمعاتبة والكلام أنه أنت سويت شي مش زين مش قدام الديوف هايدي بخط الأمهات كلها ياتون لأنه للأسف منكون بجلسات وتلاقي الأم هي اللي عم بتصرخ قدام الموجودين هايدي بيحرج الولد بيحرجها وبعدين منقول إذا الأم عم تعمل هاي والأم هي قدوة نعم سو أول شي بحب خبره أنه نحن لما يكون عنا شي بينه وبين الطفل والطريقة بنشتغلها عكسية مش أنا ما عجبني شو سويت ما بيسوى اللي سويته نجي منقله بطريقة لابقة أنت بتحب حدا يجي يعمل معك هيك أوتوماتيك للولد بنزرع براسه أنه لأ اللي عملته غير لاغ بيقلك لأ بس يعرف أنه اللي عمله خطأ ما بيحودي يكبره يعني بنحاول نشتغل سايكولوجي شوي بعد نعم في مسألة الجلوس على المائدة وتناول الطعام أهم الأمور اللي ممكن نعلم عيانة المبادئ الأساسي أول شي طبعا في نقطة كتير مهمة أنه بننعلم الولد غسيل اليدين قبل وبعد يعني للأسف بيكونوا عم يلعبوا يلا تفضلوا الصفة موجودة بنلاقيه جلس النظافة هايدي أهم شي لكن لما يجلس الولد على الصفرة بدنا نعلمه كمان الأدب يلي هو إنه نحنا بـ بأداب المائدة بنقول يلي صاحب البيت هو بيقول تفضلوا نعم سموا بالرحمن تدينة سو ممنوع يبلش ياخد أكل قبل ما يقولوا تفضلوا أو يعني هايدي من البديهيات وشغلة اللي هي بالمطلق الأولاد عندهم تننسي إيديهم وراسهم وكلهم يفوتوا بالصحب يعني دايما منعلم القاعدة زهبية الكوع ما بينحط على الطاولة أبدا دايما إدينا تحت أكلنا بالمعلقة أو بالشوكة الإيدي الثانية موجودة بنشتغل فيها خلصنا بيكون عنا الفوطة بنحط إدينا بنرجع لأنه طبعا الأولاد لما يأربوا على الصفرة عندهم مجال أن يوصحوا حالهم وهيدي القاعدة أنا بس شوف ولد فوق 12 أو حتى شاب أو صبيه 15-18 بس يجلسوا بشكل مستقيم وما يحطوا كواعا بقول هيدول علمون بسن وإحنا عياننا يرقدون على الطاولة ينسدحون على الطاولة إحنا عياننا يبقى يتناول المرجع منك يروح بخير مش بسيك ما بيمطر حدا وبعدين مثلا مثل ما عم أقول قديش مهم النظافة إن يكون مغسل إيدي تخيل مثلا في عندك بده يلقط الشي بيلقطه بالخمسة نحنا لما نعلم منقول هيدول الإيدي مثل الملقط نلقط باتنين مش بالخمسة إيدينا مثلا في جاي علون شي لسه محل لا نوصق الأكل بعد هايجين ما بيستوي يعني هذه الثقافة الأسرة لازم تكون عندها ثقافة في مسألة أصول الإيدي كيت وبشكل عام التصرفات في تناول الطعام في الملابس حتى يكون يقدرون يعلمون عيالهم أكيد هذه الأمور الطيبة لو نتكلم شوي عن أصول الإيدي كيت في مسألة يعني اختيار الملابس بالنسبة للفتيات وبالنسبة حتى للأولاد كيف ممكنهم يختارون كيف ممكنهم يعني يكون عندهم راي في مسألة اختيار اللون المناسب في مسألة اختيار اللبس المناسب لمكان معين طبعا مثل ما قلنا وبيرجع للأم دور كتير كبير لأنه الأب بيكون ما شاء الله مشغول وهيدا الأم يعني دورة بالبيت تعلمون لما من عمر صغير تيجي تقليلة مثلا لنقول رايحة على المدرسة بتنقف فصان حق العيد تيجي بتقليلة لا هيدا مش بتقليلة تمنع تيجي بتقليلة هيدا الفصان حق العيد بكرا ان شاء الله لما يجي العيد بنلبسه وهيك بتعرف انه الفصان اللي هو شكله حلو مش للمدرسة لما تقليلة هيدا اللباس مخصص للمدرسة الحزاء التنشوز لرياضة الحزاء الحلو للمناسبات لما تروحي عن جدتك بس تكفر الموضوع بتير أوتوماتيك ليعرفي مدرسة نوح أثيها بالمدرسة عنا مناسبة بتروح على الفسطين الحلوي نفس الشيشة طبعا التشويس طبعا الأولاد مش كبير لكن بيعرف انه فيه أشياء هيدولي بيقدر يلعب فيهم بالملعب يوسخ حاله إز أوكي ما سمح له تياب رياضة لكن مثلا هيدولي تياب نهار الجمعة بتروح عن جدتك وجدت هيدولي ممنوع يتوسخوا يضلوا بس تعاودي مرة اثنين اثنين بيقبر على هالموضوع وماشاء الله هالشجيل مثل ما قلنا زكي كتير صار ثلاث سنين بتقول أنا بدي ألبس هيدا اليوم يا ماما طولي بيلي أنا عبي لي ألبس هيدا بس لما تعاوديهم شو لشو لكل مقام المقار بتعاوديوا عليه على طول أستاذة يعني كثيرا نحنا نلاحظ داخل المدرسة يتقبلون التعليمات لكن داخل البيت تسيح هاي التعليمات تماما يعني مثلا إذا بتقولين حق الطفلة أعملي كذا أو حق الولد أعمل كذا يمكن ما يعمل لكن من المدرسة يتوي يجي اليوم المس قالت لنا لازم نفرش مثلا أسنان طبعا أنا كل يوم أقول لك يعني شو الصر في هذه المشكلة الإنسان اللي منتعود عليه كتير بصير أوكي إنه نمرأ الأشياء عشان هيك بيجي دورنا نحنا اختصاصيين الإتيكاة إنه بيخافوا مننا وبياخدونا بجدية وحتى لو الأمهات يعني بيكون عنا الأم هي كانت عند تلميذة لكن لأنه معم يسمع منا لو سمحتي يا مدام بلسم بدنا تعلمي هالبنات والشباب بس نحنا بياخدوها كأننا صاف ونحنا بدنا نحاول مش بس إنه يخافوا مننا بدنا نحاول إنه هيد أسلوب حياتي يعني بطريقة صح جميل إنتي إذا عملت هيك بيقولوا عنك هيك بس إذا عملت خطأ بيقولوا شوفي مش مرتبة بتضل ببالا أو أو لأ مش لازم أعمله بينما الأم بتعيت بتزعل يعني شوي الأسلوب وما فينا نلوم الله يعينا أكيد يعطيك الصحة والعقل يا أستاذ بلسم ويخلي ولاد الدنيا كلها آمين يا رب نحشاك اللي تشتواجز معنا اليوم في استوديو صباح الشارع يعطيك ألف عافية الله يعافيك يسلمك إذن مشاهدينك كل الشكر والتقدير لخبيرة الأتيكيت الأستاذ بلسم الخليل على هذه المعلومات القيمة والمفيدة متواصلين ومستمرين معاكم في فقرات صباح الشارقة لكن بعد هذا الفاصل ترىيونا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة